الله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلاء لأك القمار السلام عليكم وبركاته الحمد لله وكفار وسلامنا على بعدي الذين أصطوفوا على السلام من نبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكمين الشرفة وبعد إخوتي الكرام مازلنا مع النذر كتاب سنان النسائي بم من نظر أن يمشي إلى بيت الله قال المصنف الحمد وتعالى أخبارني يوسف بن سعيد قال حدثني حجاج عن جريجي قال حدثني سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أخباره أن أبا الخير حدثه عن عقب بن عامر قال نظرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن أستفتيها أن أستفتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتمشي ولتركب وهذه فيها دلالة واضحة جدا هنا على الأمرين الأمر الأول الرجوع إلى العلماء قالت له ارجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت له استفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف أمرته بالرجوع إلى العلماء الأعمال بتبقى متلاحقة والأوقات ضيقة جدا هل في شيء مهم ضروري يعني أم ماذا فهنا رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت له استفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجب رجوع إلى العلماء الراسخين هذا واجب وذلك أنا قلت لابد من الرجوع إلى العلماء ولابد من الرجوع إلى الراسخين يعني الرجوع يكون للعلماء ويكون للراسخين لأنه حل المسألة تكون في الراسخ المؤمن قالت له استفتي رسول الله فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له لتمشي ولتركب فيه مسألتان مسألة الأولى أن في قوله النبي صلى الله عليه وسلم لا نظر ابن آدم فيما لا يملك أو فيما لا يطيق نعم ولا نظر معصية فإن كان لا يطيق فالنظر النظر لا يكون في معقودا يعني وليس عليه كفارة يمين لأن النبي قال لتمشي ولتركب لأنها لن تستطيع أن تمشي كل المشي إلى البيت الحامل قال لتمشي ولتركب وما قال له عليها كفارة يمين في بعض الوقت قال تذبح هذا أمر يخص الحج وليس الأمر على كفارة يمين فكفارة يمين هنا ليست واجبها وهذا ظاهر في هذا الباب قال لتمشي ولتركب وما قال له أجعلها يعني فإذا لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يطيق ابن أدم لا نذر طب هل عليه كفارة ليس عليه كفارة على الرجل الصحيح لكن قد يقال الكفارة على الاستحباب الحمد لله أستاذ ياسر قال باب إذا حرفت المرأة لتمشح فيها غير مختامرة قال المصنف رحمه الله تعالى أخبارنا عمر بن علي ومحمد بن ثنى قال حدثنا ياها بن سعيد عن عبايد الله بن زحر وقال عبايد الله بن زحر أخباره على عبد الله بن مالك أن عقب بن عامر رضي الله عنه أخباره أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت عن أخت الله نذرت أن تمشح فيها غير مختامرة فقال الله بن نبي عليه وسلم مرها فلتختمر ولتركب ولتصوم ثلاثة أيام هذا الحديث شوف فيه أمرها أن تصوم ثلاثة أيام وهذا أمر بالكفارة لكن هذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف لأنه الحديث من رواية عبايد الله بن زحر وهو ضعيف فهذا الحديث ضعيف أجوب قال أمرها فلتختمر ولتركب ولتصوم ثلاثة أيام فهذا فيه دلالة هنا على الكفار لكن الحديث ضعيف الحديث لم يصح الحديث ضعيف من نظر أن يصوم ثم مات قبل أن يصوم من نظر أن يصوم ولم يكن له وقت يفي ليس عليه شيء إلا إذا قلنا بأنه يعني نظر واستطاع ولم يفعل يعني يفي عنه وليه وإن كنت أنا أدين الله بأنه يفي في كل أحوالي لأن المرأة جاءت إلى أن يصوم قالت نظرة أمي فلم تفعل أفأصوم عنها قال أصوم عني وفي الوقت أحج عنها قال أحج عنها أو قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية قالت نعم قال إذن دين الله أحق بالقضاء ما نظر أصوم ثم ما يتقال أخبرنا بش ابن خالد العسكري قل حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة قال سمعت سلامان يحدث عن مسلم الباطين عن سيد بن جبايل عن ابن عباس قال قال ركبت امرأة البحر أعوذ بالله أعوذ بالله من جحد فضل الفاضل فلا فضل له ومن لم يعرف الفضل أهل الفضل يسمعه الفضل عن ابن عباس ردنا عن عرضاه قال ركبت امرأة البحر فنظرت أن تصوم شارا فماتت قبل أن تصوم فأتت أختها للنبس بسلم وذكرت ذلك لها فأمرها أن تصوم عنها لأنه في رواية هذا رواية أحمد في المصنف قال رأيتي إن كان على أمك دين أكنت قاضية قال اغضي الله اغضي الله فالله أحق بالقضاء فالذي يموت عليه النذر يافي عنه وريه بابه من مات وعليه نذر قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا عليه بن حجر والحارف بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تغضيها فقال اغضيه عنها قال اغضيه عنها هذا فيها دلالة على التعميم عموم القضاء وفي رؤية هنا أخبارنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عباد الله ابن عبد الله عن ابن عباس قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تغضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغضيه عنها قال ابن عباس قال جاء سعد ابن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمي ماتت وعليها نذر فلم تقضي قال اقضي عنها فهنا الأحديث الثلاثة بيانت أن من كان عليه نذر يعني يفي هذا النذر وليه من بعدي يفي هذا النذر وليه من بعدي ولذلك ما قلت أصل الأمر أن المرأة لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وكان قد نظرت أن صوم شهرا قال صومي عنها قال صومي عنها وفي الوقت عمما حتى يكون الحكم عام قال أرأيت إن كان على أمك أدام الله عليك الحمد وأدام الله عليك الخير قال أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضية قالت نعم أي نعم يعني أقضي نعم قالت نعم قال إذن أقضي الله فالله أحق بالقضاء فالله أحق بالقضاء ولذلك قال أقضي عنها لما جاء سعد نعبادة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه نظرت أن تتصدق فافتلت نفسها قال أقضي عنها هل يقضي عنها قال أقضي عنها وهذا يجزئها عند الله إذا نظر ثم أسلم قبل أن يفي قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا أسحق بن موسى قال حدثنا سفيانا عن أيوب عن نفا عن عمر عن عمر أنه كان عليه ليلة نظر في الجهلية أن يعتكفها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بالوفاء أمره أن يعتكف فاعتكف وقال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا محمد عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيانا عن أيوب عن نافع عن عمر قال كان على عمر نظر في اعتكف ليلة في المسجد الحرم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعتكف يعني أمره أن يفي وهو كان النظر حالة كونه كفرا فأمره النساء بالوفاء حالة كونه مسلما وفي رؤية قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعب قال سمعت عبيد الله بن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عن أرضاه كان جعل عليه يوما يعتكفه في الجهلية فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يعتكفه وقال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا بن وهب قال أخبارن يونس عن من شهاب قال أخبارن عبد الله بن كعب ابن مالك عن عبيه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تيب عليه يا رسول الله أنني أن خلع من مالي صدقة إلى الله ورسولي فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أمسك أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قال ابن الحمان يجب أن يكون زهري يسمع هذا الحديث من عبد الله بن كعب ومن عبد الرحمن عنه في هذا الحديث طويل توبة كعب له في ذلك شيخان نعم هو في قولي أن خلع من مالي يعني أتصدق بكل مالي من سمع ذلك رسول الله من الواجب يصلي عليه مرة واحدة نعم من الواري يصلي عليه مرة واحدة من القول الله تعالى إن الله وملائك ترسلون على نبيه الذين أمنوا صلوا عليه وسلم وتسليما هذا هو الواجب لكن المستحب أن يصلي عليه وهذا آكد في الاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدري من البخيل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه فهذا بخل أن لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هنا بالنسبة لهذه الحديث التي مرت كلها فيها ألفها بالنذر حتى ولو نظر حالة كونه كفرا لم يقبل له ولم ينعقد نذره لأن الله قال من عمل صراحة من ذكر أنسى وهو مؤمن لكنه بعد إيمانه أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر ولذلك اعتكف ليلة وهذا استدل به العلماء على أن الأتكاف لا يستلزم صوما على ما قاله البعض بأن الأتكاف يشترط فيه الصوم فكيف يشترط فيه الصوم والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يفي بندره ونظر أن يعتكف ليلة وفيها أيضا عندما قال له مالك أن خلع عن مالي ولكن هذا ما كان نذرا لكن حتى لو كان نذرا هنا في هذا الباب يستدل به لأنه لا نذر في معصاة الله ولا فيما لا يطيق ابن آدم لا نذر في معصاة الله ولا فيما لا يطيق ابن آدم ولذلك هو خاص رأي دناعك محمد رمضان أحسن الله عليك ورفع الله مقامك وأعطاك فوق ما تسأل وترتدي قال للنبي أن أن خلع تاب الله علي أن خلع من كل مالي قال له لا أمسك عليك بعض مالك فأخير لك فلو خلع بكل ماله فلا يكون خيرا له لا يكون خيرا له لذلك النبي سبحانه قال فقول النبي سبحانه أمسك عليك بعض مالك هذه نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجب أن تخلع من كل ماله لذلك الثلث والثلث كثير فمن كتب الوصية بكل مال يأحد لا يأخذ بوصيتي إلا أن توضع فيه حيز الثلث إذا أهد ماله على وجه الندر قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا سليمان بن دود قال أنبانا بن وهب عن يونس قال قال ابن شاب فأخبرني عبد الرحمن ابن مالك أن عبد الله بن كعب قال سمعته كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله سبحانه في غزوة التبوك قال فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدق إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم قال لا أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك فقلت إيه فإني أمسك وسهمي الذي بخيبه مختصر وقال أخبرنا يوسف ابن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ليث ابن سعيد قال حدثني عقير قال حدثني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب أن عبد الله ابن كعب قال سمعته كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة التبوك قلت يا رسول الله إن من توبتي أن الخلع من مالي صدق إلى الله ورسوله فقال رسول الله أمسك عليك مالك فهو خير لك وفي الآن من توبتي أن خلع من مالي صدق إلى الله وإلى رسوله فقال أمسك عليك مالك وبعض مالك فهو خير لك قلت فإني أمسك سهمي من خير هذه يستدل به النسائي على أنه يمكن أن يعطي مالا على أنه صدق وإن لم يصرح بأنه صدق فقال حق علي أن انخلع من مالي تاب الله عليه فأراد شكر الله للفعلها في هذا الباب فقال أن خلع من مالي توبة إلى الله رفعه قال لا أمسك عليك بعض مالك فهو احتج بها المصنف على أنها هدية على وجه النذر أنه يلزم نفسه بذلك فلما لم يذكر النذر ولم يصرح به لم يكن نذرا لم يكن نذرا لذلك قال له النسائم لا أمسك عليك بعض مالك أمسك عليك بعض مالك هل تدخل الأرضون في المال إذا نذر؟ قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وانا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن صور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي رايلة رضي الله عنه وارضاه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم إلا الأموال والمتاع فاهدى رجل من بني الدبيب يقال له رفاع عن زيد لرسول الله سلام غلاما أسود يقال له مدعم يعني عندي عندي نقص يعني ما يقول رفعت خصتي يعني رفعت نقصي عندي نقص فأنت رفعت أجعلتني كاملا في وجه نفسي وما قاله صلى الله عليه وسلم ما عرضه هذا يرفع خزيستي ويجعلني كاملا هذا فضل منه وأنا أتشرف به وبما قال بمعنى رفعت خزيستي يعني أكملت نقصي أرجو أن تكون ظهرت لك يا أستاذ زمنك في رجل من الدبيب يقال له رفاع ابن زيد إلى رسول الله سلام أهدله من أسود يقال له مدعم فوجه رسول الله إلى ودي القرى حتى إذا كان بوادي القرى بين مدعم يحط راح رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء وسهم فأصابه فقطر فقال الناس هني أل لك الجنة فقال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغالم لا تشتعل عليه نارا فسلم عن الناس فلما سمع الناس بذلك جاء رجل بشراك أو بشراكين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكين من نار فكل شيء يدخل ويقول هنا إذا كان شراك دخل في مساءة الغلور إذا يدخل في النزر لست أجيب الداعي فقط ولكني 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 يعني أتشرف بما قال أنا لست أهلا لذلك لكني إذا أحسن بيظن أتشرف بما قال فلما أتى الرجل بشراك قال لسلم إن الشملة التي غلها في خيبر لا تشتعل عليه نارا فجاء رجل بشراك قال شراك من نار أو شراكين من نار بابه الاستثناء أخبار نونس بن عبدالأعلى قال حدثنا بن وهد وقال أخبار عمر بن الحارث أن كثير بن فرق قد حدثه وأن نافعا حدثه معنا عبدالله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله من حلف فقد استثناء وإحنا قلنا بأن النبي صلى الله الاستثناء يمنع الحنث الاستثناء يمنع الحنث وقال المصنف أخبارنا محمد بن نصور قد حدثنا سبيلان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله من حلف فقال إن شاء الله فقد استثناء وفي الوقت عن ابن عمر النبي صلى الله قال من حلف على عيمين فقال إن شاء الله فوضي الخيار إن شاء أمضى وإن شاء ترك إذن كما قلنا الاستثناء يمنع الحنث والاستثناء أيضا يمنع اللزوم إذن الاستثناء من فائدة الاستثناء في اليمين يمنع الحنث قال والله لا أدفع عنك هذا غدا ولم يدفع هل للنذر كفارة؟ نعم الدليل قوله السلام وكفارته كفارة يمين وكفارته كفارة يمين إذن النذر هنا يمنع الحنث ويمنع اللزوم ويمنع اللزوم طبعا لا ما أخرجه من اليمين الاستثناء يمنع الحنث بمعنى أنه لو أقسم أن يأكل حلوة فلم يأكل هذا يعني عليه كفارة يمين إذا قال والله آكل الحلوة إن شاء الله فلم يأكل ليس عليه كفارة يمين لكن لو قال والله آكل الحلوة ولم يأكل ولم يأكل إن شاء الله عليه أن يكفر عن أمين يأكل معاش المسكين أو يكسوهم أو يكسوهم ثلاثة أيام إن لم يأكل من أهل المال يبقى إذا الاستثناء منع الحنس ومنع اللزوم ولو قالوا الله آكلوا حلوة إن شاء الله فلم يأكل لا شيء عليه يبقى يمنع الحنس ويمنع أيضا اللزوم الفوائد المصنبطة من نظر أن يعصي الله فلا يعصي ومن نظر أن يطيعا فليتعah رجوع إلى الراسخين من أهل العلم الحنس يمنع اللزوم ويمنع الاستثناء يمنع اللزوم ويمنع الحنس ولشيخنا همة نعالة الثرية فنالت من فنون الدينرية ولشيخنا همة نعالة الثرية فنالت من فنون الدينرية فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلفين نقيا فأخلص لي يتربي وبارك على شيخ النبي للخلق والضاح المحيا